زيك يا جماعة عاملين ايه? اهلا بكم في المحاضرة التالتة في جزء الميسود فاليديشن. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الايتم الخاص بجزء لنيارتي. يعني ايه لنيارتي? لنيارتي احنا قلنا معناها معادلة الخط المستقيم. فاكرين بقى الناس اللي امتبعنا من اول محاضرة لما قلت ان الميسود فاليديشن اهم حاجة فيها ان انت لازم تبقى عارف المعنى اللغوي بتاع كل ايتم من الايتمز بتاعة الفاليديشن. لان ده هيسهل عليك كتير جدا لما اجه اشرح لك بالتفصيل كل جزء بنحققه ازاي? زي ما قلنا لنيارتي هي معادلة الخط المستقيم. اهلا وسهلا برضو يعني ايه خط مستقيم? القصة كلها وما فيها انا عايز اختتدخيل معي بقى الحاجة اللي انا هعملها دلوقتي دي احنا لو رسمنا علاقة ما بين الاكس وما بين الواي زي ما انتوا شايفين كده. وجينا خلينا مثلا بتاع الاكس من زيرو لحد عشرة. والواي خلينا من زيرو لحد الف. تمام كده? تمام. طيب. لحد كده تمام? تمام. هناخد النقطة رقم واحد في الجزء بتاع اكس. وهنقول ان واحد دي هيقابلها. هنفترض مثلا هندخيل كده مع بعض ان واحد دي هيقابلها في الواي الكراءة مثلا رقم مية. يبقى واحد هيقابلها مية. فهنعمل نقطة عند هنطلع كده من الواحد. وصاد المية وهنعمل نقطة زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده? تمام. نخش بعد كده على تاني نقطة اللي هي اتنين على المحور اكس. وهنقول ان اتنين هيقابلها على الواي. هنفترض مثلا ان هي هيقابلها متين. فهنعمل نقطة فوق الاتنين. وصاد المتين على المحور واي. هناخد النقطة بعد كده عقم تلاتة وهنقول ان هي هيقابلها في الواي تلتمية. وهكذا الغاية ما نوصل للعشر. العشر هيقابلها الالف. طيب. شايفين بقى النقطة اللي هي فوق بعضها دي كلها? لو جينا عسمنا وصلناها ببعض كده. عارفين انتوا الجزء الحاجات اللي كده بناخدها في تانية حضانة دي وصل النقطة وكده على نفس الكلام. كل اللي انت هتعمله. انا رد دلوقتي ما شرعتش حاجة على فكرة. انت كل اللي انت هتعمله شغل تانية حضانة. هتقوم جاي موصل النقطة دي كده ببعضها. نوصل كده ببعض. بصوا ايه اللي حصل. ظهر لنا خط مستقيم. اهيه دي معادلة الخط المستقيم. ايه برضو يعني ايه يعني ايه الفكرة? الفكرة ما فيها ان انت اللي حصل علشان الخط دي يظهر لازم كل نقطة بيقابلها رقم لازم النقطة اللي بعدها لازم يقابلها رقم تاني بنفس المقدار اللي زادت به النقطة الاصلية. يعني ايه الكلام ده? يعني احنا قلنا النقطة رقم واحد بيقابلها مية. والنقطة رقم اتنين اللي هي اللي هي ضعف المية. وهكزا. هنفضل ماشيين بنفس المقدار بتاع الزيادة دوت. لو الرتم ده سابت طول الخط بتاع اكس. هتبقى النقط لينيار. يعني ايه لينيار? يعني لما هنيجي نوصلها ببعضها كده مش هتشوف النقط. هتبص تلاقي النقط كلها على نفس الخط. مفيش اي نقطة. هتحيد برا الخط. طيب لو الرتم ده اتغير من واحد لاثنين لتلاتة هتبص تلاقي في نقط طبيعي جدا هتلاقي نقط بدأت تحيد عن الخط. تعاون ناخد مسال. هنفترض ان احنا زي ما احنا واحد هيقابلها مية. واتنين مثلا هنقول متين. هنيجي عند تلاتة اللي المفروض ليقابلها تلتمية. هنفترض مسلا ان هي طلعت مسلا تلتمية وخمستاشر مسلا او تلتمية وخمسين مسلا. وبعدين النقطة رقم اربعة المفروض الطبيعي انها لو هو طبعا لو لو المعادلة دي لين يعني. المفروض اربعة هيقابلها ربعمية. فهنفترض مسلا ان هي هيقابلها ربعمية مثلا الوستين وهكذا عايزك كل نقطة كده مش عايزة هتطلع كل النقلة من نقطة لنقطة على هيبقى رتم الزيادة من نقطة لنقطة تانية في الواي هيبقى مختلف عن اللي قبله يعني هيبقى الرتم مش ثابت فبالتالي مش هيبقى نيجي بقى نوصل الخطوط ببعضها زي ما انتوا شايفين كده هتبص تلاقي حاجات بسيطة بس اللي توصلت ببعضها وبقية النقط زي ما انتوا شايفين كده من الخط الاساسي هتلاقي بعيد عن الخط الاساسي يبقى كده المعادلة دي مش لينيار يبقى كده اللينيارتي ما تحققتش ده الموضوع باختصار بشكل سيمبل جدا احنا لسه ما شرحناش اي حاجة في اللي احنا هنعمله بالزبط جوه المعمل تمام كده تمام طيب نبعد بقى عن المثل ده ونشوف بقى احنا هنطبق الموضوع ده على ارض الواقع ازاي جوه المعمل بكل بساطة انت كل اللي انت هتعمله هتيجي في الامل المثل بتاعتك وهتقول مثلا هنفتقدкон ان تحضير الاسطاندرد كلاتي خمسسين ملي جرام استاندرد في خمسين ميلي سولفنت وبعدين هناخد عشرة في مية ده كده تحضير الاسطاندرد العشرة في المية دي تسحب عشرة في ميت ميلي فليومتر فلس كي يعني سولفنت هنفتقد ان التحضير دي دي اسمها تحضيره في المية هي دي تحضيره في المية 50 في 50 بعدين سحبت عشر ملي من هذا ال�ниحة حطيتهم في مية ميلي وكملت يعمل هذه العلامية.0 умية ملي. trader التالي للصول المية تنظ mère عناصعشة تحضيره 100% ليس لو انا فيحضها 10% من المية. هل هذا الكلام هل هذا? حلو الكلام حلوض الكلام. لو انا عدرت مثل ما انا كنا برضه convers sell olhar 90% بس بدل ما اخضرت عشر في مية ا with you led 5.0% ثم انا عملت مففرواز. بدل ما احضر تحضير المية في ميةate نصى,akan Disney X 87% تمام برافو عليك. طيب لو انا جيت على ده وبدل ما اخد منه خمسة في مية ولا عشرة في مية خدت مثلا منه تمانية في مية. يبقى انا عملت ايه? عملت تمانين في المية من تحضير المية في المية. بدل ما اخد عشرة في مية خدت تمانية في مية. يبقى انا كده حضرت الخمسين في المية وحضرت التمانين في المية وانا قريدي كنت محضر المية في المية. حلو الكلام حلو الكلام. هنيجي بعد كده هنرجع للستوك وسأخد قد أخذها الثانية. بما فعلتا الشمال بهذا تحضير ام Lucy. لهذا القدرد من هذا الحفظة ام لكن البحث 당وين ذهب بميث واختلاح فا estáض SER 100%. الس found, ام ağ Maine 7 سنجد 50%. ما هي القدرد من بتزوج 10 ملي في مية 22 ملي. سوف اكل queIGHT 30 ملي يعني قدت من براء 2 ملي اتنشر ملي من الستوك في مية يبقى مية وعشرين في المية واخيرا خمساشر ملي من الستوك يبقى مية وخمسين في المية بقى انا حضرت كم تركيز خمس تركيزات المفروض بقى ان انا بحضر كم تركيزين قبل المية في المية وتركيزين بعد المية في المية ما يقلش عن دول يبقى انا خمس تركيزات ده اللي حاجة ممكن تعملها في اللينيارتي تركيزين قبل المية في المية وتركيزين فوق المية في المية يبقى أنا حضرت الخمسين والثمانين والمية والمية والعشرين وأخيراً المية والخمسين طيب بقى معايا كده خمسة سيليوشنز بخمس تركيزات مختلفة بحط كل سيليوشن منهم في HPLC Vial وبحقنهم على ال HPLC بنفس المسود اللي أنا بعمل لها Validation طيب هنفترض مع بعض أن تحضيرت المية في المية إدتني وليكن مثلاً أريا ألف حق أنت المية في المية هتديني أريا ألف لو المسود بتاعت دي هتحقق اللينيارتي اللينيارتي هتتحقق بشكل مثالي يبقى طبيعي جداً أن تحضيرت الخمسين في المية اللي هي خمسة في المية تديني أريا كام تديني أريا خمسمية نصها وتحضيرت التمانية في المية اللي هي التمانين في المية تديني أريا تمنمية وبعدين الاثناشر في المية اللي هي مئة وعشرين في المية تديني ألف ومتين تديني أريا ألف ومتين وأخيرا تحضيره الخمستاشر ملي من الستوك في مية اللي هي المية وخمسين في المية تدينا آية الف وخمسمية لو ده تحقق يبقى أنا كده حققت لينيارتي إزاي؟ لأن بكل بساطة أنا لما هاجي هاخد الكونسنتريشنز دي والإيريات اللي هتطلع عقصات كل الكونسنتريشن هعمل برضو علاقة ما بين الـ X وما بين الـ Y هحط الـ X هحط الـ range بتاعي الـ range الـ concentration من 0 مثلا لحد هنقول مثلا لحد 200 في المية مثلا والـ range بتاع الـ Y هيبقى من 0 لحد أعلى إيريا مثلا هنقول مثلا وليكن ألفين مثلا فهنقول مثلا أو الـ concentration اللي هو الـ 50% هيديني إيريا خمسمية فهنعمل طبعا الكلام ده جماحنا يعني الكيرف ده أو المعادلة الخط المستقيم دي احنا بنعملها طبعا باستخدام كلها حاجات هنبقى ان شاء الله نعمل محاضرة هنشرح بيها في التفصيل إزاي بنعمل الجدول بتاع اللينيار دي ده وإزاي نقدر نحوله بعد كده لمعادلة ونجيب منها شوية حاجات كده هقولها لكم في الآخر خاطص طيب يبقى احنا بنشرح دلوقتي بس جده شكل يعني الموضوع بشكل نظر عشان تبقوا فاهمينه ولكن احنا أصلا فعليا بعد من نشتغل الشغل ده في المعمل احنا بناخد النتاج دي كلها وبنعمل طبعا على الـ عشان نطلع كل الحبشتكنات اللي احنا عايزينها في الآخر من الجزء بتاع اللينيارتي ده نرجع على موضوعنا تاني احنا رسمنا علاقة ما بين وما بين اللي هو بتاعتنا اللي هي من أول الخمسين في المية الحد ومية وخمسين وي اللي هي بتاع بتاعي بتاعت هنقول مسلا من زيرو الحد الفين فقالنا الخمسين في المية هيدينا خمسمية زي ما انتوا شايفين كده والتمانين في المية تمنمية والمية هيبقى ويكزا بقى لغاية المية وخمسين في المية. نرجع بقى للجزء بتاع التوصيل النقط ببعضها لوصلنا النقط ببعضها زي ما انتم شايفين هتدينا خط طبعا لو نرجع بقى زي لما شرحنا في المثال اللي في الاول لو في اي نقطة هصلها من الخط الاساسي طبعا اللينيالتي بتاعتي مش هتبقى متحققة بنسبة مية في المية طيب هو يعني ايه يعني ايه اللينيالتي تتحقق بنسبة مية في المية وازاي اصلا اقدر احكم هل النقطة دي من اللاين بعيدة عن اللاين ولا جوة اللاين ولا يعني هل هي هتبقى بمجرد النظر كده هل الموضوع هيعتمد على وجهة النظر الحقيقة لا طبعا احنا قلنا ده جزء يعني اللي هيحكمني هو الارقام لغة الارقام طيب اللي بيحكم الموضوع دوت بدون ما نخش في تفاصيل كده بيبقى حاجة اسمها تمام ده هو دي حاجة طبعا انا بجيبها من الكيرف بعد ما بعمل اللقمة بين الاكس والواي وارسم الخط اللينيار ده المفروض ان انا بحسب اكسل شي طبعا بيحسب لي حاجة اسمها الار سكوير دي بتعبر عن مدى تقارب النقطة كلها من نفس اللاين لو هي كلها وقعة على نفس اللاين هتبقى الار سكوير دي واحد كل ما تقرب من بعضها عن نفس اللاين كل ما تقرب من الواحد وكل ما تبقى عن بعضها تبقى بعيدة عن الواحد طيب ان الليمت اللي بيحكمني كان. والله لو انا بعمل بعمل مثلا لخامة مثلا معينة او مستحضر. بعمل لمستحضر او خامة. يبقى بتاعتي المفروض ان هي ما تقلش عن تسعة تسعة خمسة. من اول تسعة تسعة خمسة الحاد واحد. انا كده تمام انا كده حققت الانيارتي بتاعتي. بعيد عن كده يبقى فيه مشكلة. ده بالنسبة لو انا بعمل لخامة او لمستحضر. طيب لو انا بعمل تست مسلا بعمل مثلا المفروض ان انا اللمت بتاعي ما يقلش عن تسعة تسعة. اللمت طبعا بيقل شوية هيبقى تسعة تسعة. طول ما هي من تسعة تسعة لحد واحد. انا كده برضو في السليم وحققت الجزء بتاع يبقى المعيار اللي بيحكمني في تحقيق من عدم تحقيقها هو زي ما قلنا او القيمة بتاعة اللي هي اسمها الو دي لو هي من تسعة تسعة خمسة لحد واحد في حالة لو انا بعمل لسي آآ لخامة او لمستحضر يبقى انا كده تمام ولو هو لو هي فوق تسعة تسعة يبقى برضو انا كده تمام. طيب خلاص خلصنا جبنا طبعا احنا زي ما قلنا الحاجات دي كلها بنحسبها هو اللي بيحسبها. واحنا ان شاء الله زي ما قلنا هنعمل محاضرة نشرح فيها بالتفصيل كل الحاجات دي. طيب هل بقى احنا لما بنعمل هل احنا كده خلاص خلصنا المتطلبات بتاعة اللينيارتي الحقيقة قال لك لأ. اللينيارتي احنا بنطلع منها تلات حاجات. اول حاجة زي ما قلنا ولازم يبقى الليمت بتاعها لازم القيمة بتاعتها تبقى في الليمت علشان اقول ان المسود بتاعت دي تاني حاجة بعملها حاجة اسمها المعنى اللغوي. نرجع تاني يا جماعة للمعنى اللغوي. يعني ايه? يعني الحد بتاع ان انا اعمل للحاجة دي. يبقى هو اقل اقدر من خلاله او يقدر الجهاز من خلاله يعمل للخامة دي او للحاجة اللي انا بعمل لها المادة الفعالة لو هي مستحضر او لو هي لو انا بعمل لخامة مثلا يعني تمام كده تمام. يبقى انا بجيب حاجة اسمها اللي هو اقل لتركيز الجهاز يقدر يقرأ علشان يقول لي هل هي دي فعلا الخامة ولا لا? الجهاز قدر يتعرف عليها ولا? شغل وليس طيب تاني تالت حاجة بقى بجيبها حاجة اسمها او وده هيبقى احنا قلنا هو اقل لتركيز الجهاز يقدر يتعرف عليه هو اقل لتركيز الجهاز يقدر عن طريقه يقدر انت تقدر من خلاله من خلال راية الجهاز له تقدر تعمل كوانتيتيشن الاناليسس تقدر تعمل او تعاير الخامة اللي موجودة ديت فطبيعي جدا بيبقى اقل من المنطق كده لان المفهوم بتاعه او المنطوق بتاعه ان الجهاز يعمل مجرد بس يعمل للحاجة دي هي موجودة يقدر يتعرف عليها ولا لا بس كواليتيتف زي ما قلنا. لكن كوانتيتيتف يبقى اقل لتركيز يقدر من خلاله الجهاز طبعا يتعرف على الحاجة والتركيز اللي هيطلع بتاع ده اقدر من خلاله اشتغل شغل طيب بحسبهم ازاي نفس الكلام برضو شغل انا يعني بعد ما برسم بعد ما بعمل معادلة اللينير بتاعتي بجيب منها وهنشرح طبعا كل الكلام ده بالتفصيل زي ما قلنا في المحاضرة المنفصلة ده الموضوع باختصار معوضوع اللينيرتي ازاي بتقدر تعمل اللي انت من خلالها هتقدر ترسم علاقة ما بين الاكس وما بين الواي ما بين الكونسنتريشان وما بين الريسبونس اللي هي الاريا علشان تشوف هل الميسود دي لينير ولا لا هنكتفي بالجزء ده كده النهاردة وان شاء الله في المحاضرة الجاية هنكمل بقية الايتمز في النهاية ربنا يوفق الجميع شوفكم على خير سلام عليكم